السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعيش مغامرة جديدة من مغامرات قصة وهنتعرف على شخصية جديدة غير الشخصية اللي احنا تعلمناها المرة اللي فاتت. يلا بينا? يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ابطالنا ابطال الصف الرابع الابتدائي. احلا ومرحبا بكم في قناتكم. قناة تعليم اللغة الانجليزية. ان شاء الله باذن الله احنا مكملين مع بعض شرح في المرة اللي فاتت الحمد لله اجرنا ان احنا نشرح الجزء الاول من الفصل الاول. اتكلمنا فيه عن اول شخصية في القصة اللي هي هال تانر. اتكلمنا عن حياته. اه طبيعة عمله. بيحب ايه? وبيكره ايه? وبيحلم كمان بايه? خلاص ان شاء الله النهاردة مكملين عشان نعرف شخصية جديدة. اه اسمها وده البطل التاني من ابطال قصة جاهزين? يلا بينا? يلا بينا. طبعا احنا بنتكلم عن طبعا هو بارت تو مش بارت وان يعني الجزء التاني هو بارت تو. بيتكلم عن تيم هاوكنز. اكاي? تيم هاوكنز. اكاي? زي كل مرة قبل ما بنتكلم او بندخل في احداث القصة لازم نتعلم مجموعة الكلمات الجديدة اللي بتساعدني ان انا اقرأ القصة بتاعتي بطريقة سهلة وثالثة من غير اي اه التعقيد. تمام؟ تعا نقرأ الكلامات مع بعض ونشوفها. ادفانتشر. مغامرة. هاريكان. اه ثور. جيجل. جيجل. انا هي يضحك او يقهقه. مجازن. اكت. اناها يمثل. راسكاو. راسكاو. ينقص. لوج اون. لوج اون. شغل الكمبيوتر. يتعرف. علانية يعني منش مستخبية. كرو كرو طاقم. فايس. فايس. ده صوت انسان خلا بالكم لان صوت الايلة مش اسمه فايس اسمه ساوند. اكي. رول يعني دور. دور اللي بيقوم مثلا اه نقوم به مثلا في فيلم او في المسرحية اسم رول. يعد او يجهس حاجة معينة. كاريوس. كاريوس. محب الاستطلاع. كراودد. كراودد. مزدحم. كراود. كراود. معناها جمهور او حاجد. بص. بص. رئيس عمل لما يكون رئيس عمل في المكان معين. ولعني ده البص بتاع المكان. تير. تير. يهتف او يهلل. كانتين. كانتين. مطعم صغير وزي مثلا عندنا كانتين المدرسة. يورا لي كانتين. تيرجينجي قالد. كانتين. مساعدة ومعناها يغير المكان او الاماكن. اللي جاي منها عنوان القصة اللي هي. ما هو إيديا يعني Nineveh فكرة Oneveh أقولوا بصورا كده نحفظ الكلمات دي كبير جدا قبل ما ندخل في اي تفاصيلتان اتكلمنا عن شخصيات القصة وتكلمنا المرة اللي فاتت عن هالتنر المرة هنتكلم عن تيم هاوكنز وهو محور احداث القصة النهاردة كلها بتتكلم عن تيم مش هال بقى هال ده كان المرة اللي فاتت او في بارت وان بارت تو بيتكلم عن تيم تيم بيقول لي ايه؟ يعني هو ممثل مشهور بيمثل في كل انواع خلاص يبقى هو بيمثل في كل انواع الافلام هو مش مبسوط مش راضي عن حياته ان هو يبقى يبقى ممثل مشهور هو نفسه يعيش حياة عادية تفاكرين ان هالتنر كان بيدور على حياة مسيرة الحياة المسيرة اللي تم عايشها مش عاجبه برضو فعايز يعيش عادية زي يمين؟ زي هال خلينا مركزين ونربط احداث القصة بعضها عشان تبقى سهلة ان شاء الله بالنسبة له اتكلمنا كمان عن الاماكن واحنا قلنا اهم مكان فيها البره اللي فاتت كان ناتشوال هسترو ميوزيوم وبردو احداث القصة النهاردة هتدور في ناتشوال هسترو ميوزيوم وهال وتيم هيتقابله في المكان ده باذن الله تمام؟ ناتشوال هسترو ميوزيوم ده المكان اللي بيشتغل في مين؟ اللي بيشتغل فيه هال اد اميوزيوم واركر لو انتو فاكرين مع بعض اكي؟ بقى طبعا احنا نتكلم عن اه تشابتر وان بارت وان ولا تو بارت تو ده الجزء التاني تعال نغوز مع بعض بقى داخل القصة ونعرف الاحداث الجديدة ان شاء الله ونربطها بالاحداث اللي احنا اخذناها قبل كده اوكي؟ اوكي تعال نشوف مع بعض تيم هاوكينز is a popular film actor تيم ده عبارة عن او هو ممثل مشهور جدا he acts in all kinds of films بيمثل كل انواع الافلام but most people like his adventure films بس معظم الناس بيحبوا افلام المغامرات بتاعته in one film he rescues a family in hurricane يعني هو انقذ عائلة في احد افلامه وانقذ عائلة من الاعثار okay in another film he climbs in a tall building and risk some children طلع مبنى عالي جدا في فيلم تاني طلع مبنى عالي جدا وانقذ مين؟ وانقذ بعض الاطفال in his most popular film he is an astronaut he is who is lost in space هو بيشتغل هنا هيشتغل رائد فضاء اللي هو ايه حصل له ايه؟ حصل له انه تاه في الفضاء او بفقد فين في الفضاء تمام؟ نكمل مع بعض نكمل Tim photograph صورة Tim طبعا لو بصنا لأي ممثل مشهور اي اكتر من اللي احنا نعرفه عدي الامام انصعه دايما صوره بتبقى مالية كل المجلات دايما صوره لو احنا بنفتح الكمبيوترز بتاعتنا هنلاقيها لو احنا بنفتح ال لو احنا بنفتح التيفي كمان هنلاقيها تمام؟ فبالتالي دي طبيعة حياة الشخص المشهور يا جماعة دايما صوره مالية الدنيا ده الجزء ده بيتكلم عن كده بيقول لي بقى Tim photograph is one is on the cover of magazines all over the country صورة موجودة على المجلات في كل مكان When people look on their computers they see his face on the screen لما تفتح الكمبيوتر الناس تفتح الكمبيوتر بتاع عبد تلاقي الصورة بتاعته على الايه؟ على الشاشة When he goes to the shops girls see him and giggle لما يروح اي محل البنات بيشوفوه يعودوا ايه؟ يكهكه ويدحكوا At cafes he has to hide behind the menu لما يكون في مقهى او او كده لازم يجب عليه ان هو ايه؟ يخفي نفسه ورا الايه؟ ورا المنية Because people look at him عشان الناس بتبص له People see him on TV programs And they want to know a lot of things about him الناس بيشوفوه ببرمج التلفزيون ونفسهم يعرفوا كتير عن حياته تمام؟ ده ضريبة الشهرة زي ما بيقوله تمام؟ تمام؟ بيقول ايه كمان؟ They find out about his favorite kind of music and his favorite kind of food يعرف حاجات كتير عن الموسيقى المفضلة بالنسباله وكمان الطعام المفضل بالنسباله They see what his house looks like شافوا كمان البيت بتاعه شكله ايه؟ His mother, father and friends from school are on these programs And they enjoy talking about him طبعا والدته والده وأصدقائه دايما بيظهروا فين؟ في التلفزيون وبيتكلموا عن Tim دايما Now people think They really know him يعني بيعتقدوا ان هم يعرفوا كويس Sometimes they run after him And he has to hide احيانا نميعبلهم في الشارع بيجروا وراه ولازم هو يستخبى منه تمام؟ تمام Tim is not happy to be a popular film actor هو مستعيد ان هو ممثل افلام مشهور He wants to have an ordinary life هو نفسه يعيش حياة عادية طبيعية For his new film عشان خطر فيلمه الجديد He is gonna change the color of his hair to brown هو مضطر ان هو يغير شكل شعره لللون البني He is gonna wear glasses too هو كمان هيرتدي نظاره أيضا خلي بالكم اقول gonna ممكن اقول He is going to gonna He is gonna change He is gonna wear glasses He is gonna wear glasses He is going to wear glasses He is going to wear glasses هيعرفوه عشان هو بقى يغير شعره البني وهي يلبس glasses بيقول لي Then one morning Hell untamed lives changed خلي بالكم كلمة lives دي جامع لكلمة life الحياة دي بقى حياتهم يعني عشان متعلقة تموهل مع بعض حياتهم اتغيرت في صباح ما Hell had breakfast and read the newspaper Then he rode his bike to the museum طبعا ده حياته الطبيعية ان هو احنا اتفقنا ان هو كان بيتناول افطار وبيقرى المجلة على الترابسة المطبخ وبيروح لشغل بالايه او المتحف بالعجلة بتاعته The day was the same as any other day النهاردة يوم شبيه بالزبط بالايام اللي فاتش كل ايام هال شبه بعضها But when Hell got to work لما هال وصل للشغل المرة دي بقى في حاجات تغيرت There were big trucks in front of the museum كان في big trucks في شاحنات كبيرة واقفة قدام المتحف A phone crew was taking lights and cameras of the trucks في طاقم الفيلم كان بياخد الأضواء وبياخد الكاميرا من الشاحنات دي A police man was in the middle of the road كان في ضبط شرط واقف في نص الطريق He was waving traffic away from the building كان بيوجه المرور بعيدة عن المبنى بتاع المتحف ايه كمان Heel was surprised Heel كان مندهش جدا He walked inside and he saw lots of film people دخل جوه المتحف وشاف ناس كتير من اللي يشتغلوا في الفيلم Some people were talking on their mobile phones in loud voices في ناس كتير كانوا بيتكلموا في التليفون بتاعهم بصوت عالي جدا ونحن قلنا ان voice اللي هو صوت الإنسان انما sound اللي هو صوت القلب One woman was working on the lights on the balcony في واحدة كمان كانت بتشتغل على اضواء في البلكونة A man was painting a wall red في واحد كمان بيدهن الحيطة باللون الأحمر Another woman was moving a camera في ستة تانية بتحرك الكاميرا Two actors were preparing their rules في اتنين ممثلين بيجاهزوا ادوارهم وحن قلنا rules في الكلمات الجديدة معناها دور لشخص في فيلم مثلا rule خلي بالكو rule 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 ده معناها قعدة نكمل الرئيس بتاع هال بقى جاء وبيتكلم معاه how we command the retrouve who have to control the crowded room of curious people خلي بالكو بقى قال علابة في اي مموت من الاتبات الجديدة و VIDA حكومة مع زراع لهم هو تستطلاع الاوضاق ل absميل قلنا المرة اللي فاتت طبيعة وظيفة هال كان اين هال ساعد الكرو ان هو بيشاهد الكرو هو بيصنع الفيلم الحجد بيدحق طبعا لما دخل تيم هال اتفاجئ جدا لما شافه هل عجبوا الفيلم قوي والفيلم ده كان ايه اه تيم بيقوم في بضور رائد فضاء مفقود في الفضاء طبعا هو لازم في الدور اللي يقوم به تيم هنا ان هو ينقذ طفل صغير كان بيحاول او اللي هو ساعد عن طريق بركان لازم ايه اه قاعدوا يمثله في المشهد كتير جدا في النهاية طبعا من كتر التكرار هال حفظ كل كل الدور بتاع تيم قبل تيم نفسه ما يحفظه طبعا لما جاع بقى وعايز يتناول لغده هيروح الكانتين وهيقابل هناك مين اولاد هيقابل هناك تيم راح الكانتين هو عايز يخلص الغده بسرعة عشان يقدر يتفرج على الفيلم ايه مرة تاني تيم لما شوفه عادي ايه بحلق له كده عارفين اما واحد يقف قدام المرية لانه هم شبه بعض بايه بالزبط انت مين؟ مين اللي بيسأل تيم بيسأل ايه؟ هال انت شبه بالزبط لا انت اللي شبهي هال اللي بيقوله بقى انا هال اه تيم طبعا تخضه وفكر ان هو جاي يمثل معه في الفيلم فبيقوله انت ممثل بيسأل هال بيقوله انت ممثل وكان قال ان هو يمثل معه في الفيلم برضو واكتشف في الاخر ان هال بيشتغل معه في الميوزيوم الاتنين دي حكوا بقى يعني انا عندي فكرة تم قال له انا عندي فكرة طبعا وده الكلمة اللي مرتبط بيها عنوان الكصة اللي هي ومعشان هم شبه بعض بالزبط فهيبدأوا يبدلوا اماكن بعض هو تم طلب من هال ان هو يبدل مع المكان بس المدة ساعتين او ثلاثة فطبعا من اللي الان هلقى الان طبعا بيقول له ايه هل سأله ازاي نقدر نغير اماكننا وانا مش ممثل انت ممثل وانا مش ممثل انت مشهور وانا مش ممثل وانا مش بحب اكون ايه مشهور هل مش متأكد اون ا شايف ان دي ممكن لديم ممثل فكرة ايه كويس سي عدة جهرة طبعا وين pratta заб what in it بفكر شوية وضحك. بعد ما ضحك بقى قال اه قال له اه بس بشرط ان هي تبقى المدة ايه ساعتين بس. طبعا هما المكان اللي غيروا فيه هو مكتب كل واحد فيهم لبس اه لبس ايه لبس التاني. هم عملوا ايه لوقتي? عملوا ودي الجزء المرتبط بانوان القصة. ونشوف بقى الاحداث دي هتتطور ازاي ان شاء الله احنا كده نكون انهينا كله اتمنى يكون ان هو ان شاء الله تستفيدوا منه. هنكمل بقى الجزء الخاص بتاعتنا. تعال نشوف ايه هي مجموعة الاسئلة اللي موجودة معنا النهاردة. بيقول what is team's job? team's شغلنته ايه? طبعا هو فيه مص ايه? اكتر. he is a popular film actor. ممثل افلام مشهور. popular بتسوي فيه مصلا. اكي? number two what is team's job in his most popular firm? تقريبين? الفيلم ده هو بيشتغل في ايه? او الفيلم اللي هيمثله بيشتغل في ايه? احنا قلنا ان هو astronaut lost in space. رائد فضاء فقد فيه في الفضاء. اه what does team do in two films? هو عمل في مين? in one film عمل ايه? والفيلم التاني عمل في ايه? طبعا هو one film he rescues a family in a hurricane the client's tall building and rescues some children وانقذ ايه اطفال. what happens when tim goes to the shops? لما تيم بيروح للشوبس طبعا قلنا كان الجيرلز بيتشوفوا بيعملوا ايه وبيضحكوا? giggle. اكي? يبقى ايه? girls see him and giggle. اكي? كده كده? why does tim hide behind the manual? كان بيستخبى ليه طبعا عشان هو famous والناس كلها كانت بتعمل ايه? بتبص عليه. because people look at him والناس كلها بتبص عليه. number three twenty two. what is tim gonna do in his new film? هيعمل ايه في ال new film بتاعه? هنشوف مع بعض. he is gonna change the color of his hair to brown. هيغير لون شعره لبراون بني. he is gonna wear glasses وكمان هي يرتدي نظارة. عشان كده هو هيفكر الناس لما يعمل كده الناس مش هتعرف. what kind of tims do most people like? ايه نوع الفيلم الافلام اللي الناس كلها بتحبها? ها فاكرين مع بعض كانت افلام المغابرات فعلا برافو عليكم اللي هي adventure film. okay? why is tim gonna change the his hair and wear glasses? هيغير شعره ليه? وهيغير وهيرتدي نظارة. ها هيغير شعره ليه? ها هيغير شعره ليه؟ هو بيعطيك ان الناس مش ايه مش هتعرفه. تمام? لما يخرج برا. what did hell see in front of the museum? شاف ايه قدام من الميزيام? شاف طبعا التراكس. he saw big trucks. what was the film كرودون? كان بيعمله ايه طبعا كانوا taking off lights and cameras of the trucks. بياخدوا اللايتس والكاميرات من التراكس. شاحنات. what did hell boss tell him to do? طلب منه من هو يعمل ايه؟ نوع control. that he told hell that he had to control the crowded room of curious people. يعني كان يتحكم في ايه؟ الغرفة المزدحمة بال ايه بالناس اللي عندهم فضول يتفرجوا. what did hell watch? شاف ايه the crew make the film. شاف الكرو الطريقة ما هو بيمثل ايه؟ الفيلم. why did the crowd do when team hawkins came in? عملوا ايه لما شافوا team hawkins? they cheered. ضحقوا ابتهبوا. اوكي؟ هللهم. بعد كده. which film did hell like? طبعا قلنا الفيلم اللي هو ايه؟ كان بيعمل فيه astronaut lost in space. you like the film where tim was an astronaut lost in space. بعد كده 31. where did hell go at lunch time? طبعا رح الكانتين. he went to the canton. what was hell having for lunch? كان بيأكل الو انت ذكرين cheese a sandwich. soup and uh and what? cheese sandwich. soup and uh crispis. okay? او chips. بعد كده. why was it like looking in a mirror? شنو ما شبع بعض بالظبط. because hell and tim look like each other. شنو ما شكل ايه؟ شكل معا. why was tim worried? كان الان ليه وهو فكر في الاول ان هل هيشو يمسل معه في الفيلم. okay? he was war done a work on the film too. نو يشتعل كمان في الفيلم. what is tim's idea? ايه ايه كانت في جريت تم. هم هم change a change places. okay? it is to change places for two or three hours. okay? where did they change each other clothes? يعني هم غيروا ملابسهم فين وخلا بلقوا ملابس ما clothes. ما نقولش clothes. لا clothes. okay? طبعا اه 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 بكده يكون انتهى الجزء بتاع ال practice. فاضل بس الجزء بتاع ال homework. في الجزء بتاع ال homework ان احنا هنقرأ اه من حدراج اللغاية من 11 لغاية 27 كده هنكملهم وياريت تبعتولي الاجابات في وانا اه في ناس مبعتتش الاجابات اللي فاتت اتمنى كل الناس ان شاء الله اه تبعت الاجابات بتاع الاسئلة دي في وكده يكون انتهى الفيديو بتاع النهاردة اتمنى يكون او يعني انه ينال اعجابكم ما تنسوش زي ما قلنا قبل كده تدعمونا هات لايك وشير سابسكرايب ولو في اي حاجة محتاجنا ابو هالي فين في الكومنتيس وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة